السلام عليكم طيب دلوقتي احنا قلنا ان احنا عايزين نخلي المينيو ديت متعرضش غير الايتمس اللي احنا عملين لها تشيك انها ضايت ايتمس بس يعني هنحط فلتر او اسمه domain filter على المينيو ديت بحيث انها متعرضش غير الايتمس اللي احنا قلنا عليها انها ضايت ايتمس بس طبعا ان احنا هنا حاطين هما في تلاتة بس ضايت ايتمس والباقي الاربع الباقيين مش ضايت ايتمس لانها لسرعة الحرية بتاعت عليها جدا احنا ممكن ناخد ده برضو ايه اللي هو مية وتمانين دوت كده استثناء مسلا ان هو هو كمان ضايت ايتمس ندوس احنا نخليهم اربع كده واربع كده او ثلاثة كده واربع كده اوكي ودلوقتي هننتخل من نروح لل وقلنا هنا ان فيه هنا حاجة اسمه الكنتكس انا ممكن اضبط هنا اعمل السيرش بتاعي ان انا اخليه اخليه يجيبي ايه بس بس ايه بس احنا ممكن نعمل حاجة ثانية بقى جديدة ما اقول نتكلمش عنها بلي كده احنا قولنا عليه اللي هي ايه دومين هناخد مثلا ايه ايه اه ونقفل الخط دوت. ونحط هنا بقى ايه في الحتة ديت. السنتكس دي. اللي هي بتقول ايه? يعني يساوي true. يبقى هنا كده انا حطت فلتر اسمه 20. بيعمل حاجة اسمها بيعمل بيعمل بيشك اذا كان دي ايت ايتم او لا. الفيل دي بتاع ايت ايتم true ولا لا. يقف الحالة دي عرض لي القايمة دي. هل اعمل save. وبعد كده نعمل stop server. ونرجع نعمله run تاني. نشوف اللي هيحصل. نرجع تاني للسيستم عندنا. ونعمل update للموديول الاحتياطي. دايما كل ما راح بنعمل update. فيه طريقة برضو في الكود لما نكتبها في في الترمينال يخلي الكود يتعمله update automatic. بس احنا ايه نفضل احنا نعمل بطريقة دي عسهل. ونجي نعمل control اه نرجع الاسل للآ product ايتم وباقي نعمل control fresh. وباقي ندوس كده على ايتمز. اخدتوا بالكم هو ما كاب ليش غير اللي عليه تشيك للضايت ايتمز بس. ودي طريقة مفيدة جدا. دوقتي حتى اكمل لو اجي هعمل create product ما بيعملش تشيك هنا ايه للضايت ايتمز. هيتعلم بقى الفيديو الجاي ازاي نخليها باي ديفولت تشيكت. لان انا داخل على الضايت ايتمز يبقى لو دخلت ع الضايت ايتمز وعملت create لضايت ايتمز. دست وهنا جوة يبقى لازم ان انا هكريت ضايت ايتمز. يبقى في الحالة دي باي ديفولت لازم يكون ده اللي هنتكلم ان شاء الله فيه الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم.